تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارق اليوم عددا من المشروعات التنموية والحيوية في مدينة خرفكان في إطار حرص سموه الدائم على متابعة مشروعات الإمارة ورفضها بالمرافق الخدمية والمواقع السياحية تفاصيل تلك المشاريع في التقرير التالي لا تكاد الشمس تشرق على عروس الساحل الشرقي إلا ومعها تباشير جديدة لأهالي المنطقة خرفكان هذه المدينة البهية التي حظيت بمباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كانت أول ما ابتدأ بها سموه جولته متفقدا فيها عددا من المشروعات التنموية والحيوية في إطار الحرص الدائم على متابعة مشروعات الإمارة ورفضها بالمرافق الخدمية والمواقع السياحية صاحب السمو حاكم الشارقة يرافقه سعادة المستشار المهندس صلاح بن بطلمهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات والبنية التحتية في إمارة الشارقة استهل زيارته بتفقد سير الأعمال الأخيرة والتشطيبات النهائية لمشروع مدرج خرفكان مطلعا على التفاصيل المختلفة كأماكن الجلوس والزوايا وجنبات المدرج وشهد سموه بعض الصور واللقطات الخاصة بالمشروع الجاري إنشاؤه على مساحة أربعمائة ألف قدم مربع واستمع سموه إلى تفاصيل المشروع من المهندسين مبديا الملاحظات والتوجيهات الخاصة باللمسات الأخيرة لهذا المشروع أو متعيدة في سوء أو معرض معرض وسيتم افتتاح مدرج خرفكان في القريب العاجل ضمن حفل ضخم وعروض كبيرة وعرض لفيلم خرفكان بعد أن تمت إضافة تفاصيل جديدة لم يكن يتضمنها الفيلم أثناء عرضه الأول خلال افتتاح صاحب السمو حاكم الشارقة آنذاك لطريق خرفكان وذلك استكمالا للأحداث التي دارت في فترة الغزو البرتغالي للمدينة بعد ذلك توجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى سد الرفيصة وتفقد المكان موجها بإضافة جلسات عائلية مضللة تتضمن جميع مستلزمات الجلوس والراحة وكذلك مواقع للشواء وهناك وجه سموه بعمل مواقف سيارات ودورات مياه إضافية وإنشاء مسار جبلي يربط بين المواقف الحالية وقناة الرفيصة المائية ثم الوصول إلى برجي الرفيصة والعودة مرة أخرى إلى المواقف بجانب جلسات عائلية مباشرة على قناة الرفيصة بالإضافة إلى المرافق الموجودة حاليا في المكان كالمطعم والمقهى ومنطقة الألعاب وذلك حرصا من سموه على توفير أعلى درجات الراحة والترفيه لروادي هذه الوجهة الطبيعية الآسرة